تنفيذ لتوجهات جلالة الملك المفدى بحل ملف مستحقات الرياضيين والمدربين والإداريين دون الرياضيون من مختلف الألعاب الرياضية والأندية الوطنية بياناتهم الخاصة من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة وذلك في الأسبوع الأول بمركز المحرق الشبابي النموذجي واستاذ البحرين الوطني التابعين لوزارة شؤون الشباب والرياضة صفحة جديدة لإنجازات الرياضة البحرينية على المستويين المحلي والدولي بما يترجم توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة آهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وجهود حثيثة لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجسل العلال الشباب والرياضة بحل قضية المستحقات المالية بصورة نهائية للجميع في أسرع وقت ممكن ما يبشر بخير للارتقاء بالحركة الرياضية في مملكة البحرين وتطويرها طبعا من مهام اللاجنة نحن استلم الطلبات ويملون هذه الاستمارة ويرفقون مع الاستمارة الأوراق المطلوبة العشاز نحن اللي نتواصل مع النادي ممكن نسهل عليهم الإجراءات الدافع وهذه الأمور طبعا نحن هنا في مركز محرق الشباب النموذجي السلامنا خلال اليومين أكثر من 200 طلب وفي استاد البحرين الوطني اليوم فقط سلمنا أكثر من 100 طلب هذا الملف صار لفترة طويلة لم يحزم فضل الله عز وجل ثم توجيها جلالة الملك واسمو الشيخ ناصر حسم هذا الموضوع وهذا الموضوع مهم جدا لتطوير الرياضة اليوم لم تخف الأعباء على الأندية المالية فبالتأكيد سوف يكون هناك إنجاز هذه مبادرة جدا طائبة وتعطي دافع للعبين والإداريين والمدربين نفسهم أنهما ينتجون ووصلون مملكة البحرين إلى إنجازات أكبر وأكبر هذه الأيام التاريخية مثلت فرحا للرياضيين بمناسبة تدوينهم بياناتهم الخاصة من أجل حصول على المستحقات المالية المتأخرة فضل من الله ثم فضل سمو الشيخ ناصر مقصر على المبادرة الطيبة وصراحة هنا مستنسين بالخبر اللي فرح قلوبنا والحمد لله فضل من الله يأنا هنا والجماعة مقصرة وناس مستقبلين والله يجعلنا في ميزان حسناته ويحفظ لنا البحرين وملكنا إن شاء الله وهذا يعطينا دافع لشان مرحلة ياين نشتغل أكثر كرياضيين نحن كمدربين سواء المدربين أو اللاعبين فتشوف الرياضة تطور في مملكة البحرين خارطة الطريق التي وضعها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة واهتمامه بتوفير البيئات المثالية لرياضيين بدأ من عام الذهب واستكمالا بالعصر الذهبي ستأخذ بالرياضة البحرينية إلى آفاق متقدمة رياضيا ومستقبل مشرق نظرا لمواصلة سموه بحل العديد من الملفات العالقة والعمل على حلها بما يحفظ الحقوق والعدالة بين الجميع ليواصل أبناء البحرين رفع علم المملكة عاليا في مختلف المحافل القرية والدولية هذه الخطوة التي قابها قائد الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عبر هذه اللجنة ستساهم في تحقيق المزيد من الفرس لحصد البطولات العالمية والدولية لمملكة البحرين طلال نايف لمركز الأخبار تفزيون البحرين